مرحبا أصدقائي وإياكم حارة المهندس رجعنا اليوم وإياكم بعرض جميل جدا الفلا اللي رح تشوفوها في فيديو اليوم أنا مصورها بالسابق كانت معروضة بسعر أغلى وحاليا تم تخفيض السعر من قبل صاحبها معروضة للبيع العاجل الفلا اللي عندنا اليوم هي بالأصل غرفتين نوم وصالون لكن يوجد أيضا شقة إضافية فيها غرفتين نوم وصالون يعني تقدرون يا أما تفتحوها يا أما تكون الفلا 2 زائد 1 وكذلك الشقة الإضافية يعني ممكن عائل تينيس وكنون فيها هذه الفلا أولا مساحة أكثر من 500 متر مساحة البناء أكثر من 300 متر فيلا عمرها بحدود الخمسة سنين مؤثثة بالكامل رائعة مع مسبح حديقة قراج كذلك مع منظر استثنائي مثل ما نشوف يمتد حتى قلعة مدينة ألانية كذلك منظر جميل جدا على البحر الفلا هذه تقع في منطقة كريكي جاك على بعد 1 كيلو متر من البحر على بعد فقط 15 كيلو متر من سنتر مدينة ألانية الحلو المميز في هذه الفلا هو موقعها قريبة جدا من البحر قريبة من الشارع الرئيسي فليست بعيدة وتكون سهلة الوصول راح نفوت نشوف هذه الفلا وتفاصيلها وكذلك سعرها المذكور في نهاية هذا الفيديو خليكم ويانا ومثل ما تشوفون أمامكم هذه هي الفلا طبعا هذه كلها مساحة خاصة في هذه الفلا عندنا طبعا من هنا مدخل للفلا وكذلك يوجد مدخل إضافي من هذه الجهة هنا عندنا قراجات خاصة في الفلا اللي هي ثلاث قراجات واحدة ثلاثة وأيضا يوجد هنا قراج إضافي إذا نقدر نشوف هذه عبارة عن فيلا غرفتين نوم وصالون وبالتحت شقة منعزلة غرفتين نوم وصالون مثل ما نشوف أمامكم طبعا هذه أمامكم نشوف القراج الخاص بالفيلا وكذلك هذا الباب ما تدخول للشقة اللي تكون تحت من هنا يوجد مدخل ثاني والمدخل الرئيسي يكون من هذه الجهة وتشوفون أمامكم هذه هي الفلا طبعا رح ندخل نشوف بالبداية الحدائق المكان الخاص فيها وبعدها إن شاء الله ندخل نشوف الفلا طبعا مثل ما نشوف هذا هو المدخل مساحة بحدود 500 متر وأكثر هنا عندنا حدائق مثل ما نشوف هذه كلها على اليسار أيضا توجد حدائق وشي لطيف جدا الفلا بناءها بحدود الخمس سنين عمره يعني بعدها جديدة ومثل ما نقول غير متعوبة لأن أصحابها أصلا ما يجون غير فترة قصيرة دعونا ننزل للأسفل نشوفكم المساحة الخاصة في هذه الفلا وكذلك المنظر مالتها مثل ما نشوف أمامنا منظر رائع جدا على البحر وعلى المدينة طبعا هنا هنا يوجد مسبح صغير اللي إذا تشوفوا أمامكم بإمكانكم توسعوا إذا تريدون وهذا هو شكل الفلا طبعا هنا عندنا تقدرون أن تهوها منطقة للشواء وهنا هنا أمامكم هذا هو شكل الفلا أربع بايكونات فيها يوجد طابقين بالأعلى وشقة منفصل للطابق بالأسفل هنا لدينا صالون وكذلك مطبخ أمريكي وحمام وعندنا بالأعلى غرفتين نوم وكذلك حمامين بالأعلى وهنا لدينا 2 شقة منعزلة هذه كلها المساحة خاصة بكم مثل ما نشوف ومن هنا تقدرون تسوين أيضا درج أو تسوين سياج هنا هي خاصة فيكم المساحة وعندكم هذا هو المنظر منظر جميل جدا على البحر ويمتد حتى القلعة مثل ما راح نشوف هسا خلونا نصعد للأعلى نشوف التفاصيل الموجودة في الأعلى وكذلك بعدها ننزل نشوف هنا الشقة اللي تكون بالأسفل فخنروح نصعد للأعلى طبعا تشوفون أمامنا هذه أيضا حديقة بإمكانكم تزراؤوها يعني شي لطيف جدا ونصعد نشوف الفلا الفلا طبعا مؤثثة وهذه مثل ما ذكرت كانت معروضة للبيع بسعر وحاليا نزل بسعر صاحبها لأنه عارضها للبيع العاجل فابقوا إيانا خنشوف تفاصيلها خليكم إيانا هذه أمامكم أول ما ندخل هذه هي الفلا أمامنا مساحة جدا حلوة لغرفة الجلوس والمطبخ يعني هذه كلها جويها غرفة جلوس والمطبخ تقدرون أنتم تقسمون سواء فيها غرفة طبعا هنا عدنا البالكون الأول تشوفون أمامكم هذا هو البالكون الأول هذا المنظر وعدنا هنا الفاير بلايس وتشوفون البلا نظيفة جدا من الداخل ثم نغطينا الأثاث لكن أثاث مالتها أيضا نظيف ولاحظ مننا منظر البحر رائع جدا مثل ما نشوف أمامنا وهنا نطاول الطعام عندنا هنا حمام رئيسي هذا هو الحمام الرئيسي توالية شاور كذلك المخسلة حمام كبير وأيضا أدنا هنا المطبخ الأمريكي وستايلر جميل جدا كل الفلا تنباع مع الأثاث مع الأجهزة الكهربائية اللي تشوفوها أمامكم يعني شيء لطيف وهنا أيضا بالكون أضافي مثل ما نشوف وسلح ضوياي المنظر يمتد إلى قلعة مدينة ألانيا واحد كيلومتر فقط عن البحر قريبة جدا قريبة على الشارع الرئيسي هاي الفلا الحلو فيها إنه هي سهلة الوصول مثل ما تشوفون أمامكم وهذا الشيء لطيف يعني إنه تكون الفلا بهذا المنظر وتكون قريبة وسهلة الوصول خلونا نصعد لي الطابق الثاني نشوف تفاصيل الطابق الثاني بعدها ننزل للشقة الأضافية اللي موجودة تحت هذه الفلا حلو فيها منظرها مفتوح ما يغلق كذلك قربها من البحر وأيضا مساحتها حلو عدنا هنا حمام رئيسي في هذا الطابق مخسلة والية شغر وهنانا عدنا مساحة تقدرون أنتوا باعوا البحر من نانا أيضا يبين تقدرون تساون فيها هنا خزانات هذا الضلع أو تساون فيها طاولة عدنا على اليمين غرفة نوم أطفال هذه أمامكم وأيضا فيها بالكون مثل ما نشوف ومنظر جميل جدا وعدنا على اليسار أيضا الماستر روم اللي هي تعتبر كبيرة نوعا ما أن هنانا حاطين هما مثل المكان للجلوس هنا خزانة الملابس السرير الكبير كذلك يوجد حمام كبير أيضا مثل ما نشوف أمامنا هذا هو الحمام أدنا هنا أنا غسالة أمامنا مخسلة جاكوزي شاور وكذلك تواليت وأخر شي وأحلى شي فيها هو المنظر وواحد من المناظر هو هذا اللي رح نشوفه حاليا طبعا هاي موجودة أيضا لطيفة حتى ثمناء الحشرات وهذا هو المنظر أمامكم لاحظوا إياه منظر استثنائي جدا جدا كما قلت لكم هذي هو بالطابق الأسفل اللي تكون هنا غرفتين نوم وصالون وهنا هذا هو شكل الفيلو مالتنا مثل ما نشوف شي كل شي حلو طبعا خلوا أجي أشوفكم بالبداية هذا البيت الأول خلوا نقول بيت منفصل تقدروني يصير بيت حارس أو ممكن عائلة يعني بيها عائلتين يسكنون في هذا المكان أو يكون بيت الحارس هذه هنانا الصالون مطبخ وهناك حمام وهنانا عندنا إذا نشوف غرفة النوم كذلك مع حمام وهذه غرفة النوم طبعا هذه الفيلو مؤثثة بالكامل اللي راح تشوفوه هذا هو فقط بيت الحارس كذلك هناك حمام ثاني رئيسي وهنا ممكن تكون غرفة نوم أطفال يعني ممكن هذه الفيلو عائلتين يسكنون بيها عائلة بالطابق الأعلى وعائلة بالطابق الأسفل ومثل ما شفتوا أصدقائي في العرض اللي عندنا فيلا ممتازة الصراحة أنا هاي واحدة من الفيلو اللي أنا أفضلها الصراحة بسبب أولا منظرها اللي ما راح يغلق أبد كذلك موقعها اللي هي تكون قريبة عن البحر الفيلو غرفتين ومصالون مع شقة إضافية غرفتين ومصالون بالأسفل فيها مسبح فيها حدائق فيها قراجات كذلك أحلى شيء فيها أنه تكون قريبة من البحر فقط 1 كيلومتر عن سنتر ميديد ألانيا فقط 15 كيلومتر منظرها مفتوح فيها بالكونات أربعة مؤثثة أثاثة جميل هذه الفيلو كانت مطلوب فيها 195 ألف يورو حاليا صاحبها عرضها للبيع العاجل ومطلوب فيها فقط 175 ألف يورو فهذا عرض عاجل يعني اللي يكون جاد فهذا راح يكون ممتاز إليه لأنه سعرها الصراحة صار ممتاز أتمنى إن شاء الله يا ربي أعجبكم هذا الفيديو أي سؤال استفساراتكم للرقام موجودة على شاشة تواصلوا إياي وذاعتكم أي سؤال كتبوا لي بالتعليقات إن شاء الله يا رب نشوفكم بالفيديو الجاي سلام اشتركوا في القناة